المسؤولين في اتحاد الكرة استقروا بداية كمان على انه يتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 5 ديسمبر من الشهر اللي جاي ان شاء الله عشان يتم انتخاب مجلس ادارة جديد هيستمر حتى سبتمبر 20-24 وتحديدا عقب طبعا انتهاء من الاولمبياد وهتجرى الانتخابات خلال 45 يوم والاعرب انه يتم اقامة الانتخابات يوم 4 او 5 يناير اللي جاي الجامعية العمومية اللي اقيمت صباح النهاردة صباح اليوم الاحد تم الموافقة باجمع الحضور على عدد من التعديلات اللي ارسلتها الجامعية العمومية اللي مناشتها واهمها طبعا تطبيق بند 8 سنوات باثر رجعي وإلى جانب كمان انه هيتم اقامة الانتخابات اللي جاي ان شاء الله بنظام القيمة المغلقة هيتكون مجلس ادارة اتحاد الكرة القدم المصري من رئيس ونائب للرئيس وست عضاء لمجلس الادارة وهيكون في مقعد للمرأة ومن المنتظر ان شاء الله انه يتم ارسال التعديلات دي لاتحاد الدولي الكرة القدم الفيفا عشان يتم اعتماد قرارات الجامعية العمومية ويتم ارسالها مرة تانية للاتحاد المصري ويتم بعدها ارسالها للجنة الولمبية وزارة الرياضة عشان تعتمدها كجهات ادارية ويتم طبعا نشرها واقرارها بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية